ودلوقتي هنروح لأحمد الحسيني عشان نتعرف منه على القافلة دور القافلة الطبية اللي بتنظمها جامعة الأزهر تحديدا في حي السلام تفضل ياحمد نعم محمد صباح الخير وصباح الخير المشاهدي صباح الخير يا مصر بالفعل أنا متواجد هنا في حي السلام وتحديدا في مدرسة المحروسة في المتواجدة داخل مدينة المحروسة النهاردة بيكون في قافلة تنموية ضخمة وكبيرة يعني بيتنظمها جامعة الأزهر بالتعاون مع محافظة القاهرة القافلة دي يعني بتضم قوافل طبية وقوافل لمستزمات دراسية وشنة دراسية هيتم توزيعها هنا على أبناء مدينة السلام وخاصة مدينة المحروسة خلالنا نتعرف على مزيد من هذه القافلة من خلال ضخنا الأستاذ الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر والمشرف على المستشفات الجمعية والمشرف أيضا على القوافل بجامعة الأزهر يعني دكتور محمود يعني صباح الخير وعايزين نتكلم عن القوافل بالضم هي صباح الخير يا سيد محمد وصباح الخير كل أهل مصر في جميع أنحاء محافظات الجمهورية احنا الحمد لله يعني ده الأسبوع التاني كنا الأسبوع الماضي عدنا من سيناء الحبيبة يوم الأحد الماضي كنا في قافلة تنموية زي ما عزتك قلت أن القافلة ليست طبية فقط ولكن القافلة تنموية بيكون فيها أطباء بيكون فيها وحدة لم الشمل اللي بينظمها المرصد بالأزهر الشريف بيكون فيها بيت الزكاة والصداقات المصري للوقوف على احتاجات الأسر الفقيرة والمحتاجة لدعم بيت الزكاة والصداقات المصري لأنه هو بيت كل مصري وليس بيت أحد معنى أحد لكنه يعمل للجميع طبعا في القافلة برضو فيها جزء دعوي لنشر وسطية الأزهر الشريف وسطية الإسلام السامحة عشان خاطر تعطي جرعة كافية من التعرف على القيم الإنسانية والقيم الروحية التي يحملها الإسلام أنه هو دين للتعايش بين بين البشر ومنطلق من قول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس وإنا خلقناكم من ذكر وأنثى واجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فالبلد يحيى فيها المواطن كاملا بحرية كاملة هذا ما يدعو إليه الأزهر الشريف ويدعو إليه في رسالة الإسلام السامحة نعم دكتور محمود إلى جانب طبعا القوافل الطبية اللي بتقوموا بتنظيمها النهاردة في مدينة المحروسة بمدينة السلام يعني عايزين نتكلم كمان عن القوافل الدراسية وتوزيع الشرنة المدرسية اللي بيكون فيها الكثير من المستلزمات الدراسية وإحنا موجودين هنا النهاردة في مدرسة المحروسة وأنا بأثم من الدور برضو المجتمعي وده شيء جميل جدا المبادرات كلها اللي بيدعمها السيد الرئيس لتنمية جميع المحافظات وتنمية جميع الأماكن الأحياء المتوسطة والفقيرة طبعا يعني الأزهر الشريف بيشتغل وبيشتغل مع جميع أهل مصر من مصر الخير ومن الدعمين من رجال الأعمال بعض الشركات الأدوى دول بيكون القافلة بتترتب معهم والقافلة بيكون فيها كل الاحتياجات سواء كان احتياجات الأسر نفسها أو احتياجات طلبة المدارس وإحنا يعني تقريبا معنا شنط لكل طالب موجودة معنا لأمس كشفنا على تمنيت أسرة أو تمنيت مواطن بنقدم مع ده العلاج يعني مش بس بنكون كشف كشف علاج احتياجات عمليات بنرتب ده في المستشفيات الجمعية التابعة لجامعة الأزهر الشريف وبيكون فيه متابعة مستمرة بين واحدة التنمية المجتمع في الجامعة مع كل المحافظات وأنا طبعا النهاردة المحافظ اللواء خالد عبد العالي هنلتقي معاه وطبعا فيه تنظيم سواء كان محافظة القاهرة داخل محافظة القاهرة أو مع جميع المحافظين في الجمهورية للتنسيق معهم يعني احنا برضو رايحين الوادي الجديد يعني يمكن ده كان سؤال لحضرتك البرنامج أو البرامج المستعددة في الفترة اللي جاية واللي بتقوم بيها جامعة الأزهر بتعاون مع محافظة القاهرة في باقي الأحيان احنا بنعمل خريطة سنوية خريطة سنوية دي بتكون بداية من مطروح حتى حلايب وشلاتين وبتشمل شمال وجنوب سيناء وبتشمل محافظة الوادي الجديد كل ده بنعمل فيه قوافل هذه القافلة زي ما قلت لحضرتك مش دهاش قوافلة طبية بس ودي شي سمة يمكن متفرد فيها الأزهر الشريف إن القافلة بتكون تنموية وتكون دعوية وتكون ثقافية وتكون احتياجية وبتكون فيها واحدة لم الشمل واحدة لم الشمل دي من الوحدات الفعالة داخل مركز الفتوى بالأزهر الشريف بتحل مشاكل كبيرة جدا من خلال جلسات العرف التي يقوم بها هذه الوحدة في الأزهر الشريف احنا لا نقتصر فقط دور الجامعة والجامعة الأزهر الشريف على داخل جمهورية مصر العربية ولكن الإمام الأكبر منذ عام 2010 يسير قوافل إلى جميع عن حق الدول المحتاجة في أفريقيا وإحنا كنا في شهر اتنين في إنجمينا في تشاد وإن شاء الله بإذنها بنعد قوافلها إلى جامبيا عشان خاطر هي ده دور الأزهر الشريف وده دور مصر تجاه أفريقيا ودورها الريادي على مستوى العالم جميعا نعم الأستاذ الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر والمشرف العام أو المشرف على المستشفات الجامعية والمشرف أيضا على القوافل بجامعة الأزهر يعني بشكر حرك شكرا جزيلا ويعني زي ما شطفا محمد يعني هذه القافلة التي يعني تنظمها جامعة الأزهر هي قافلة تنموية يعني بالإضافة إلى ما ما زكره الأستاذ الدكتور محمود صديق هيتم كمان النهاردة افتتاح فصول لمحو الأممية داخل المدرسة هنا وكمان فصول لتعليم الحياكة وتوزيع مكان حياكة بحيث أن يكون فيه أسر منتجة أيضا يعني وهي أسر أولى برعاية والأسر المحتاجة يعني دي صورة كاملة وبنستمر مع القافلة على مدار اليوم النهاردة بإذن الله وعليك في الستديو محمد بشكرك أحمد الحسيني وبشكر ضيفك رساطلنا قافلة جامعة الأزهر الطبية والتنموية اللي انطلقت في حي السلام شكرا ليك